مع حضراتكم أستاذ الدكتور محمد نجيب عبدالله أستاذ البطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير وعضو الجمعية العربية لدراسة السكر والميتابوليزم اللي هو الـ AASD برئاسة أستاذ الدكتورة إناس شالتوت وأنا جاي أكلم حضراتكم من ضمن الحملة التوعوية اللي بتعملها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للسكر يوم 14 نوفمبر من كل سنة جاي أكلمكم عن موضوع مهم جدا جدا يهم حضراتكم هو علاقة الكبد بالسكر أو علاقة السكر بالكبد طيب لما نيجي نتكلم هل في علاقة ما بين الكبد والسكر أيوة بدليل أن حوالي 20% لـ 30% من مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي C من الممكن أن هم يصابوا بالسكر مش بس كده أن مرضى تلايف الكبدي يعني اللي عندهم قصور مزمن في أداء الكبد هنلاقي أن 50% منهم هيصابوا بمرض السكر طيب ده عن علاقة الكبد بالسكر طيب هل في علاقة ما بين السكر والكبد؟ أيوة طبعا من المعروف أن مرضى السكر 60% منهم ممكن يصابوا بحاجة اسمها دهون الكبد أو تشحم الكبد أو الكبد الدهني مش بس كده ده 20% من العينين دول من الممكن أن هم يصابوا بالالتهاب الكبدي الدهني من حيث أنه بيبتدي يحصل ارتفاع في إنزيمات الكبد ويبتدي أنه يحصل تغير في الأنسجة الكبدية على شكل التهاب اللي من الممكن أنه هو مع الوقت يؤدي إلى تلايف في الكبد ومش بس كده لا قدر الله وفي نسبة ضئيلة جدا 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 من الممكن أنه يتطور ليتحول إلى حاجة اسمها أورام كبدية أو سرطان الكبد طيب الموضوع كده شكله حاجة خطيرة يبقى لازم ناخد بلنا منه إذن لازم على كل مريض سكر في الكشف الدوري بتاعه عشان يشيك على السكر بتاعه لازم يشيك على الكبد إزاي؟ عن طريق الكشف الإكلينيكي عن طريق أخذ التاريخ المرضي بتاعه نتأكد أنه ما خدش أي أدوية أو مسكنات أو مضادات حيوية أو مواد غريبة من الممكن أن هي تؤذي الكبد عن طريق بعض التحاليل زي الإنزيمات بتاعت الكبد زي اللي هي الترانس أمينيزيز والجاما جي تي وما إلى ذلك وأيضا عن طريق الموجات الصوتية بتاعت البط أو في أشعة حديثة اسمها الفايبروسكان ما عمل حاجة اسمها الكاب سكور اللي بيقدر من خلاله الدكتور أنه يعرف نسبة الخلايا الدهنية أو نسبة الاحتواء الخلايا الكبدية للدهون وده مش بيفيدنا فقط في التشخيص ولكن أيضا بيفيدنا مستقبلا في متابعة هذه الحالات عشان نعرف أنهما ابتدوا يتحسنوا طيب إيه أهم حاجة في علاج الكبد الدهني؟ أهم حاجة طبعا هي الوقاية الوقاية إزاي؟ عن طريق أن أنا لازم أزبط السكر بتاعي ليه؟ لأن طول ما كان السكر بتاعي متزبط كل ما قلت فرص الإصابة بالكبد الدهني مش بس كده كمان عن طريق أن أنا البيهيفير بتاعي أو النسق بتاع الحياة بتاعي يكون نسق صحي إزاي؟ عن طريق أكل صحي متوازن ما يكونش فيه دهون كتير ما يكونش فيه سكريات كتير يكون فيه سلطات ومضادات للأكسدة وشرب طبعا ميا كتير عن طريق طبعا ممارسة الرياضة بشكل منتظم وطبعا عن طريق المتابعة الدورية بتاعتي مع الطبيب المعالج طيب أنا ابتدى يحصل عندي شوية كبد دهني أو ابتدى لا قدر الله شوية أنه إنزيمات الكبد ترتفع وابتدى يجي لي حاجة اسمها الالتهاب الكبد الدهني طيب العلاج إزاي؟ أول علاج وأهم علاج هو فقدان الوزن التخصيص أو خسران الوزن هو من أهم الحاجات اللي بتعالج الكبد الدهني عشان كده دايما بنقول أن خسارتك في الوزن هي مكسب طيب هل فيه أدوية يا دكتور ممكن تتاخد في الحكاية دي؟ الحقيقة آه فيه مثلاً فيتامين هي ده ممكن يتاخد في الكبد الدهني ولكن لأنه بيتاخد بجرعات كبيرة قوي مش مستحب أنه يتاخد في مرضى السكر لأنه ممكن يبقى ليه آثار جانبي طيب إيه تاني غير كده؟ طبعاً فيه عندنا بعض الأدوية اللي ممكن بتستخدم لعلاج السكر نفسه بتفيد في حالات الكبد الدهني عن طريق إيه؟ يا إما عن طريق إن هي زي الجلوكاجون أو زي الحاجات اللي هي بتشتغل على مقاومة الإنسولين اللي هي مثلاً زي الجليتازونز أو زي الميتفورمين بالإضافة طبعاً إن فيه مواد اللي زي بتستخدم فيه الدهون بتاعت الدم زي اللي هي الستاتينز كل دي أدوية من الممكن إن هي تفيد فيه علاج الكبد الدهني في مرضى السكر أيضاً فيه بعض العققيرة أو الأدوية التانية زي البنتوكسيفيلين اللي هو بيحسن طبعاً الدورة الدموية وطبعاً بعض الفيتامينات أيضاً اللي ممكن بتتاخد ممكن تحسن ذلك وفيه كلام على أدوية جديدة إن شاء الله هتنزل السوق قريباً من الممكن إن هي تكون لها دور أكبر فيه علاج الكبد الدهني زي الأوبتيكوليك أسد زي الفايبرانور زي السيني سيفيروك زي اللي هي مضادات المستقبلات بتاعت هرمون الثيروكسين أو هرمون الغدة الضرقية كل دي مجموعة من الأدوية اللي هي إن شاء الله تنزل حديثاً في نهاية الكلام ده طبعاً ما ننساش أيضاً إن هناك فيه دور للجراحة جراحات السمنة زي تكميم المعدة وتحويل المصار بتاع المعدة كل ده من الممكن عند الناس اللي معامل كتلة الجسم بتاعهم أكتر من أربعين يعني عندهم سمنة ومصابين بمرض السكر من الممكن إن هو يساعد في تحسين حالة الكبد بتاعتهم وأيضاً كمان تحسين نسبة السكر عندهم طبعاً في نهاية الفيديو بتاعي بتمنى لحضراتكم بمناسبة اليوم العلامي للسكر 14 نوفمبر وبالنيابة عن الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم الـ AASD برئاسة الأستاذة الدكتورة إيناس شلتود إن أنا أتمنى لحضراتكم يعني تمام الصحة والعافية مع تحياتي أستاذ الدكتور محمد نجيب عبد الله أستاذ البطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالأصل والسلام عليكم